النهاردة مثلا قصة زي قصة يوسف اسامة النبيه عايش انا برجع عليها شوية طب يوسف مضى في بيراملز هل يوسف قال انا عايز اعف في الزمالك وزيان اقفش جنبه لا ما قالش ما قالش هزا الكلام ما قالش سيف جعفر برغم انه جيه قعد وا 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 وانا هنا بقى الحقيقة لازم اسجل احترامي وتقديري لكابت فاروق جعفر الاب بصراحة موقفه محترم برغم ان ده ابنه بس موقفه من من انتقال الولد كان واضح وموقف في الحقيقة يحترم قالك لا ما ينفعش الولد خد قرار خلاص احنا ما نقدرش نحكم دلوقتي على خلابات الولد بيبقى عنده اتناشا سنة بضعش تكلم معاه فخلاص فانا ما خد فانا بقولك اهو راجل خد بعده مش يعني يعني هل هل هتضرب الناس دي على اديها او رجليها عشان تقعد هو شاف مصلحته في ستة سبع مليون جنيه خلاص مستقبله يا ابني ربنا وفقه والله ندعيله ونقف جنبه ونشجعه وكل حاجة برغم ان انا بقولك ان جمهير الزمالك كلها زعلانة هم الدايئة وقد اه يكون انتقال سين اوساط من اللعيبة في اندية اخرى وخاصة اللي هم ابناء نجوم كبار زي اسامة نبيه وكاتف روجه عفو هيدرهم في ايه في ان جمهور الزمالكش يسيبهم زي اخوة ولانا في رمضان صبح عبرة الراجل يعني ان يساعد منطقة البراب شعافش شعافي نام فانت لازم تتعرض هتعرض اتحمل مسؤولية قرارك انت خدت هذا القرار تحمله تماما ماشي انا مش ضد ان هو ينتقل بالعكس براحته يعمل له عايزه ده حقه حقه في ان هو يعيش عيشة معينة هنا الناس الزمالك معرض عليه خمسة اروش هنا معرض ستة اروش خلاص هو اختار ستة اروش تعظيم السلام خلصت فانا مش هاجري ورا حد الزمالك ما بيجريش ورا اندية ورا العيبة العيبة جماعة اللي عايز الراجل باب مفتوح خبت عالباب انا بقول لك هو من دلوقتي وانا عارف يعني انا عارف دماغ المشاه المرتضى خبت عالباب انا اي لعيب عايز روح نادي الزمالك من اللي مشيو خبت عالباب انها متعودش بقى تقول مش عارف ايه وروح له كلم يا اخي امير كلم ميدو بلاش المشاه المرتضى يعني لو انت يعني كلم ميدو كلم امير عندك عبوحد السيد عندك متعد الهادي ما هو صاحبك وحبيبك يعني متعد برضو من الناس يعني سنه مش كبير شوية يعني ومتعد برضو بيعرف فيلم عندك ناس كتيرة جدا في النادي في لنجلة كورة كزا واحد اللي انت بتحبه وشايف انه هو ممكن يوصل اللي انت عايزه بسامة كلمه وياخدك ايدك ويطلع على الراجل ويخلص الموضوع منتقى البساطة لكن انا ممكن جدا يعني مسلا ايه قسامة نبيه ارجع انا عايز قسامة نبيه اقعد قسامة لا انا مش هاعد صمع عليكم طب تعال امضي لا مش همضي ليه السنة ماضي هناك وخايف ان انا توقف طب خلصوني من بيراميز طب احرر لو رحنا بيراميز وكللنا بيراميز وبراميز مثلا اااا اولي ما وفقش يبقى موقف في النادي ايه هي قصة كانت معقدة بس مثلا انا بكلم بضرب لك مثلا بالاحداث وباربط لك احداث سابقة واحداث دلوقتي فمفيش داعي جمهور الزمالك انتم معنا ديكم لو مين اللي لابس التشيرت شجعوا ده اللي انا اعرفه يا جماعة احنا فتح علينا لعيبة او فتح الزمالك لعيبة الاف بين اللعيبة فيهم اللي نجح وفيهم اللي فشل اوقف مع كل اللعيبة واللي عنده قدرة على ان هو يبقى معناد الزمالك ويشتغل بضميره وبزمة ويسعدك انت جماعير قبل ما يسعد قدرته ويسعد نفسه هو ده اللي يقعد هو ده اللي يشتغل فاحنا مش عايزين نجري ورا صراب يعني صراب اااا ما كانش ينفع ان فلان يقعد وفلان ومعروض عليه اضعاف اضعاف المبالغ اللي معروض اعرفنا للزمالك لان الزمالك كانت ايده مكبلة ما هو الزمالك فيه فلوس هيديه لو عايزه طيب ما احنا جددنا لزيزه ما هو الراجل جدد لزيزه في عز مكان زيزه ده احسن عيف في افريقيا مش في مصر جدده ما بغل له عايز زيزه لك فيه فلوس موسيقى